سنة المشاهدين مرحبا بكم في موعد جديد من بودكاست زون ميكس البودكاست اللي تعودتوا به أسبوعيا تقريبا كل نهاية أسبوعي جيكم ضيفة جديدة في حوارة من نوع خاص اليوم ضيفنا وجهة بعيدة برشة على الساحة الإعلامية أنا برشة ما شفناهش في التلفازات والإذاعات معنا كمال بن خليم مرحبا كمال أهلا سهلا شنو عندك برشة مشغلت التقديمة مبارح برشة شنين الأمور الحمد لله أنت ذكرتني في واحد صاحبي كان قبل ننصح فيه أنا صحته تعبه قلت نحي عليك الشراب يا أخي جاني نهار قلي بطلت قلت له أي سبيعة قداش عندك قلي من بارك اليوم الحوارة بشيكم من نوع خاص مشكلة عادة سنستبك في قدر آخر اليوم نعرفه أكثر جوانب نحاوله يكون وما تحكير وشيق باللو ما يعرفه مش لعبات أول حاجة الساحة نبدأ من اللون كيف بدأت علاقتك بالنادي الأفريقي وكانت صور أنت مشاجعة للكلوب من أولك لكن علاقتك الإدارية والمهنية كيف بدأت مع الكلوب الإدارية والمهنية بدأت أنا كنت مشاجعة قريب كنا جروب نقرأوا في خزنا دار كانت ترجع للصغر أنا عندي أخويا الكبير أكبر مني هو كان يلعب في نادي الأفريقي وكنت نمشي معه وقت يتدرب لكن ما كملش بطبيعة من الكاتيجوري جون بطل تقريبا جونيور كدي بطل أما من وقتها أنا كبرت معه ديما في نادي الأفريقي مشاه هو أكمل قرايته في فرنسا قاعدت أنا نتبع نادي الأفريقي وغرام وكذا كيفاش دخلت أنا للتسيير وقت يدخلت التسيير بطبيعة كنت موجود قتل كنا جروب معروفين في جمهور نادي الأفريقي جروب من خزنا دار فيها فواد والدعمارة اللي معروف برشا فيها جمال نفزي فيها ذيا حامد صاحبنا كنا جروب ديما نتبعوا مع بعضنا أنصو دي بلاس ما تشويت نادي الأفريقي بعد دخلت المحمد ثم الأستاذين عماد الرياحي وزين العبدين وسلتي وزلت أنا محامي متربص فوقتها نذكر اقترحوا على شريف بلامين قالوا له رو ثمم عندها لد هذي جان وديناميك ووقتها وقعت تسميتي من طرف شريف بلامين رئيس لجنة الحباء من غادي بدأت المسير عن تاعي في النادي الأفريقي كمسير خدمت بعض شئ سيئ من برشا خدمت مع شريف بلامين في عدة مناسبات كيف بدأت؟ شريف عم وقت هذينا الكوپراب ذي كامتعج جول إمام 96 95 وقتها بديت مع شريف خدمت مع سي فريد عباس خدمت مع كاملي دير خدمت مع سي حمودة وقتها مانيش رئيس معندها عضو في اللجنة مع أيماد الرياحية مانيش رئيس برشا برشا معندها تقريبا ريت من 96 95 و 96 كل اللي خدمت معه هم اللازوز من الناس السعيد ناجي ما خدمت معه وسليم الرياحي ما خدمت معه ويوسف العلم ما خدمت معه ويوسف العلم ما نحكي طو بعد اليونسي عليش هذوم بالذيت ما استعانوش بيك كيفاش عليش هذوم بالذيت ما استعانوش بيك والله يجي نقول لك لأنه أنا مع الأسف كنت موجود في الفترة السيئة أنت عبدالسلام اليونسي فتقريبا كنت وليت أعد من الوجوه التي لا يرغب الجمهور في وجودها نرجعون الموضوع ذلك فإلعب بس الأسبوعي فات كان بحضرين على سبري جاب والله حكي على الموضوع أنت على القلبات الشهير الرياب الخميسي كنت حاضر عليها أنت وقتها كنت حاضر عليها أنا ومن الحاجات ربما ما يعرف هاي جمهور نادي الأفريقي أنا وقتها مع فاليد عباس كنت كاتب عام مساعد وكان سيكمال الغطاس كاتب عام وكتب وقتها سيكمال أرتيكل لأنه هو في الصحفي هو سيكمال موجه له التحية كتب أرتيكل في الابريس فتمت معاقبته من طرف الجامعة فطلعت أنا كاتب عام لأنه هو معاش عنده الحق يكون كاتب عام كنت موجود في الاضرابة ذاك وبالرغم معانتها صغير أنا وقتها واحد ما كنت ضد القرارات اللي اخداهم سي فاريد عباس أنا وقتها شنو مصير الوقت صحيح على حكاية المتعة تدليس سي فاريد عباس قال تبري جاب الله اختلق وراق وراقه وراقه من الجمهور أنا أنا ببوريت رونيت ما شفتش لوراق ما شفتش أما اللي نعرفه أنه صارت محاذثة قدامي أنه معانتها لوقتها سي فاريد علموه بالاضراب أعلموه بالاضراب فتنرفز وقال لهم وقت يجاه وكان متغشش معانتها كيفاش الملعبية ما دخلوش وقتها ثم أشكون كلمه قالوا سي فاريد رأوا وقتها سيقيس كان ذكرني ربي هو الإلهي بالفوتبول وقتها اللهي بالفوتبول هو المسؤول على الفوتبول سيقيس عزوز كان صدقني ربي كلمه قالوا رأوا الملعبية رفضين أنهم يدخلوا جاء فاريد عباس وكان منرفز برشا وهو قالوا رأوا يحبوا ومش خالصين ومبعد أنا سمعت لها و تسعمائة ألف وربعمائة ألف قعدت بيت فالحقيقة أنا سمعت بوذني لهم ممش خالصين تعطي الملعبية في فتح ذيك أي وقتها حتى كي حكينا قلتوا لهم يفوفير معانتها فاريد شوف سي فاريد عباس عنده حاجة معانتها بيترباهية فيه هي الشدة معانتها كان صارم وذية مطلوبة رأوا في التسير فوقتها قلت بصرف النظر لأنه في ريونيون بيرو وقلت بصرف النظر على المبالغ المالية على قد يسالوا الاضراب بالنسبة لي أنا غير قابل لما عندها أنه يكون مقبول حتى لو كان تسالني 20 مليار دكار كان القرار أنهم يتعدوا على مجلس تديب وكان حازم جدا في الحكاية هذه خسرتهم نكلوا بوقت ملعبية 5 ملعبهم أنا جو غيما ويتلقى حل ودي وقتها خطر ملعبية عندهم الفلور متاحهم وعندهم تأثيرهم وصورته لم أحبت أنه مسيرتهم تتلوث بحاجة معنى معنى نصيب من الحق وحبوا على فلوسهم أخي بالفترة متاعك مع جمال العطروس ومع عبد السلام اليونسي كنت نعتقد أنها مع جمال العطروس لكن أنا متأكد لها مع عبد السلام اليونسي بدلت رأيك بدلت رأيك خطر وقت 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 وصار وانتي شنو عملت تبدل رأيك برشة تهمات لفقتك وقت جمال العطروس تهموك حتى بالصمصر أي هذه تهمات مضحكة جدا معنى تعرف في تونس خرج إشاعة وخليها تتعدد ونصص صدقها وقتها أنا مع جمال العطروس كانت مشكلتي مشكلت ثم معنى اختلاف في وجهات النظر في التسير وقتها ثم برشة ملفات تتعاركنا فيهم وصار فيهم خلاف أنا ورئيس النادي سي جمال ربيش فيه لقيت روحي واحدة في مواجهة تشلة كاملة معنى سي جمال ومعاه مجموعة كانوا ضدي ما علاقتك بوجدي الجباري وعبد القادرخشيش وجدي الجباري عندي بعض لشعة عبد القادرخشيش عبد القادرخشيش للتاريخ وعمري لم يقتلوا عسلام كان يأتي قدامي طوما نعرفوه لماذا تتعلم اسمك بالنسبة لوجدي الجباري وجدي الجباري وكيل العمال مكرم أكثر من خوي والتحون نسكن والقضايا عائلته عندي قضايا عنده قضايا عملاك وعند فهو علاقتي به خارج نادي الافريقي هو وكيل عمال وقت لما وقعش خلاصه وقت وجدي الجباري الشاكر جعم به فطلب مني مكرم قالي بربي يكلم سي جمال أنا كنت أعطي الرجل حقه مع أنت فهمت بعد أنا سافرت وقت هنذكر مشيت للعمرة هزيت الوالدة للعمرة أنا وزوجتي ووالدتي رجعت نلقى كمال صمصر في وجدي الجباري واخذي 40.000 دينار وعبد القادر خشاش وقال وقتها وقتها الملفات الزوز هذوما ويسمع فيه ينجم يكلمني معنتها ويحججني لاهي باهم الكاتب العام سي منوبة منوبة مش منوبة سمحني صعب زيد العبدية ويسأتي لا 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 أطعونا نعطيك الاسم يقول 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 تابع باجا هني قطلك على خطر أنا وقتها صاحبي مكرم صاحبي برشا وزيد أنا كن ضد توجهات النادي كن ضد توجهات وقت التسير طريقة التسير معطي الدخلي وقتها لاهي باهم الكاتب العام سي معطي الدخلي هو الالهي بالملفات ومعطي الدخلي ينجم يجي ويشهد أنا أنا وجدي جباري ملف وجدي جباري دعنا الوقت مش نحكي عن ديتي وجدي جباري جبناه مصيابي وقتها كلمني أنا معطها جيت الاجتماعات كانوا في بير جمال العتروس ما كانوش في بير في الهيئة في البرك تعديت نلقى نلقى وجدي جباري ومعاها مكرم ومعاها عمو ونلقى معطي ونلقى سي جمال العتروس نلقى مراد حمزة ونلقى سي مهدي بن غربي ربي فرج عليه رئيس النادي بن زرتي ومعاها كان صدقني ربي المدير الفني الورتين قاعدت نسهل قاعدت نسهل أنا غير معني بالأمر يا أخي وقتها اكتشفت اللي اللي وقتها جمال العتروس بشي يعطي الملاعبي متاعنا نور حاضرية للسيابي كي قريت الكنترات طبيعي تعرف أنت صحفي تجبد كل محاجة عند علاقة بالصحفي أنا محامي يجبدني القانون كي قريت لو يحد قطله قطله روو اختير ياسر شنوه هذا قطله قطله معنتها كنت ضد العقد على خطر وقتها كي تبيع هو معتها إعارة نور حاضرية بش نعطيه فلوس للسيابي ونعطيه نور حاضرية عارة وكي تبيع في الفترة كسيابي تاخد 50% قطله أنا مش معقول روولدنا شنو نقسمه معهم الفلوس المعمول بها في العالم أنا كنت ضدها مثلا توزل زولي في بيتيس شترع عقد وعند برشالون شوف أنا وقتها جيت كونتر تنجم تنجم معانتها فانت برشالون عارفت نيجوسي أنت تنجوسي إخوين نور حاضرية وقتها فلوس سير وملاعب كبير برشا وانتي وماركنزاري حاب ياخذ وخاتر رانيه في ليجون ويعرف الفلور متاع طفل دونك أنا جيت كونتر قطلوا روو مش معقول لذيش نوصي فاتنا تنبزنا معانتها بلغتنا تنبزنا ونتذكر وقتها جمال العطروس قال إجد دخلك وما تدخل في أمور ما تعنيك وانتي رئيس لجنة تنظيم استكفى بروحك في لجنة تنظيم قطلوا لي قطلوا هذي كله بأفريقية ما هي لجنة تنظيم أنا راني نتكلم عن نديل أفريقي تعاركنا بانسير تعاركنا ووجد الجباري موجود ووقتها بعد مشيت على روحي فهمت خروجي كان تريقة سيئة خروجي وقتها وقتها بعث لي جمال العطروس بعث لي جلال همامي قال لي روح في جمال يحب ينحيك من لجنة تنظيم ويجعلك مستشار قطلوا أنا لي حط فيه مستشار عبداليز بنضيان ويجعلني مستشار ربي معك وقع استدعائي في حنبع وقع استدعائي في حنبع نلقى جلال قطلوا بهد الموضيع وقتها صحاف يجب ميسا منه وفهمت جاب معي جلال قطلوا العجي قريب شكرا الكلوب افريكان في وصل البلاتو توجه للي أنا باتهامات فأنا رديت الفعل وقتها فهمت ذاك عليش وقتها الجمهور لنبا بريسي أنا فوجئت وقتها فهمت رديت الفعل فقط سيد ولي يمس في أنا في فهمت بعد خرجت ومع ويتش عملت حتى ديكلا رسيون عن الموضوع المسؤول هذا جاء لها ممي مع مسؤول آخر هل لم يكن هو يحب وقتها بكل وقتها نرجع لك لماذا اكتشفت اللعبة بعد اكتشفت الحكاية بعد لأنه صحافي خرج الخبر الصحافي يخرج الخبر وقتها صبي بيش كي جزائي صبي بيش كي لأنه هو اللي خرج الخبر صبي بيش كي جزائي جينا قدام النيابة العمومية في تونس وقتها وصارت مكافحة بيناتنا قال لي مات لنا رو محكا مثال نحفظ عليه خلي ربي عاون وصاحبي هو برشة كي قال لي ما جبته من راسي قال لي رو فلان فلان هو لي يعطاني المعلوم دخط أنا المسؤولة ذا قعدنا 80 من كلموش بعضنا وقتها يشام الذيب هو قال يشام الذيب ويشام قال من يشان ومعندي حتى علاقة بالموضوع قعدنا قريب 80 من كلموش بعضنا ويشان رجعنا 2012 2013 خليت فلوز ذا وقتها والله يجا نقول موضوع الفلوز محبش نحكي عليه خاطر ديما كل من تعاد كأننا نحط كرني ونبدأ نحسب ديما نخلي معنضها ما عنديش مزي وقتها مبلغ مليهم ملغ الجمهور توا اللي دا يسيبوا فيك خلينا نقولوها ما حقا ما يعفوش خلي العباد تعرف وقتها جمل عطروس اللي توا ان بان در وعندو فلوس وقتها أنا بديت في البني أنا و أنا المدام ونا لدي نحط فيه الفلوس وقتها هو يجب يجب العجن لن يخلص ظهر لأسعد الورتاني اللي يرحم ويسان بن يحي وقتها مشي تشبت قريب 100 ميل دينار ومخفيتهم ليوم مش يعلم تدفع فلوس مش وان رويح وقتها كهو فمش ما يثبت حتى ليس تثبيت مع أنتها أنا لم أرى روحي مع أنتها نشكي نحب نسترجع فلوس من الكلب وصلوني في مشكلة كبيرة مع المدام وصنع كتبية المدام لا ليس كتبية قدمت قضية تحب طلق فضيل على بعض على خلط لن أعرف تهبيلي بالكلب قتلي عمري ما كنت سخايبك مهبول هك فما دربي وقت دخلت 10 ألف زيديم في رئيس رجل التنظيم كيف في دربي أنا دخلت 10 ألف كنت رئيس رجل التنظيم دخلت 10 ألف زيديم من الكلب 10 ألف من الجمهور لا 10 ألف كاملين ليس مسححة عمرها ما صارت أنا طبعا كنت نعمل كرئيس رجل التنظيم أنا ريتكي كرئيس رجل التنظيم ونقولها علن أنه ما خافش أنا أنا يجيني إسلام المدب اللي هو يعاون في النادي الأفريقي ويقدم في خدمات للنادي الأفريقي ويعاون فينا في الأنفر السريكتور في كذا يجيني ومعه ثلاثة من ندخلهم خطر نخزر البعيد أنا نذكر وقتها من الحاجات اللي صار ووقتها كيفاش وفي الرئيون وحكيناها وقت قلت لهم وقتها ثم شخص قاعد يجيب أربعة من الناس قلت لهم كان جابة ربعين عبد ندخل قلت لهم السيدة قاعد يظهر في البارك يظهر في ملايين زرق مع أنت اجابة معها أنا نهزلوا قدره قدامه لدخته لدخوه كيفاش رجحهم لا هو يندخله وكان لازم ندخله للوش هذا هو مع 10 ألاف جميد لفين اتحدى واحد يجيب بالعكس أنا وقتها كانوا يخدموا معايا زوز ولاد سيمو عز الرمضاني ووليد القروي ولد عم حمادي القروي كانوا ما نحكي لكش مواقفك متبادلة مع سليم رياحي من اللي كنت تنتقد فيه وتسيب فيه وتقول هذا مش ولدنا ويخدم في عباد مش ولدنا صبحت تشكر فيه ولليوم تشكر فيه شوف أنا ما عنديش ما عنديش حديد مش مادة صلبا أنا موقفي تتبدل بحسب موقف الطرف المقابل ما عندي سليم رياحي يعمل حاجة به يا كلوب أفريكان يجبني نشكره يعمل حاجة خايبة نقول خايبة ما عنديش ما هوش حديد رأو فمت الناس مش حابة تفهم اللي رأو موقفك هو بطبيعة شنو أصار بطبيعة الحدث انتي كنت كاتيجوري قلت هذا ما يحبش نادي الأفريقي ياخي دوب ما جاء شوف فيجا نقول لك حاجة دوب ما جاء سليم دوب ما جاء جاء بخويا قال أنا أنا لم أعتقد وفي فترة ما أمكشخ وانسي تسمو وما وقتها المرافق أمكشخ دي جاء حتى وقتها في وقتها واحد من الولاد اللي في البارك قالي كان تاخذ بورتابلوه تشوف المتباسم عادي هذا وقتها انا قلت مش عادي ذاك عليش انا كنت ضده وبعض دلت وعليت كعياتك تخدم معه بعد مواقفك تبدلت عمري ما خدمت معه انا عليش مواقفه تبدلت لانه انا انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني يانو سليم بعد وقت يولى موضوع متع هجمة من بره ويحب واترافير وهو بطبيعة الحالة نكون معه سحية حالة ضعليك عشرين مليون شهرية وقتها مدير البارك ما مقبلتهاش مقبلتهاش على خطر وقتها عندي قناعي نجم اليوم نقبلها غدوة نخرج بكلهما هوا السيد اللي مواقفوها وعلى خطر الفلوس وانا عمري ما نتعامل مع النادي الافريقي وكان شاهد وقتها في السيارة معايا على ليلة المالكي اليوم سليم الرياحي محكم في قضية مع النادي الافريقي شنو واقفك من النادي الافريقي ضده للنادي الافريقي بسبعمائة مليون حكم بالسجل ليه وانتي كنت تدافع ليه اليوم هوا حسب القضاءة طلع مودان سليم الرياح اول ان الحكم هذا هو حكم غيابي مازال ما عنده حتى حجي ما نجموش نحكيه عليه لانه حكم غيابي معنتها الفصل 176 مجلة تجريات الجزائية اعتقد باش ما نكونش غالط يقولك انه الحكم الغيابي بمجرد الاعتراضي عليه ينحل في جميع اوجوهي المطارضي عليه يعني ان الحكم يصبح في حكم المعدوم يعني نهار تلي بش يجي سليم الرياحي ويسجل اعتراضه ويقف قدام القاضي ويتقبل اعتراضه الحكم يصبح في حكم المعدوم اليوم موجود الحكم اكيد مبني على اسس حكم غيابي انا نأكد لك 32 سنة في المحامات القضاء التونسي الاحكام الغيابية كلها بالايدان يحكموا بالايدان ان بعد جيت اعترض اخويا انتي ما جيتش هاو حكم كي تجيت اعترض وتدلي بما لديك تو تاخذ معنتها البراءة متاعك تدافع على روحك لانه الحكام الغيابية تصدر في غياب المتهم وفي غياب فريق الدفاع متاعه وفي غياب الدفاع انا لا اؤمن كثيرا بانه حكم غيابي اذا كان هو عنده حاجة للنادي الافريقي فعليه ان يؤديها جمهور الافريقي اليوم في قناة التلفازية اللي قلت عليها القناة التلفازية قالوا عليها قبلي روينا وقتها ناطق رسمي روي جمهور النادي الافريقي طو مثلا سليم علولو علي علولو علي فاتت عمل دكلاراسيون يلوموا فيه قال على الحارس قال ثم حارس بشيقة عن تداب واندر الناس تلوم فيه الفكر متاع الهيئة انا وقت لي كنت ناطق رسمي وحكيت على قناة التلفازية خاطر حكي عليها عبد السلام اليونسي قبلي مثلا في قضية السويفة والبانك البرغاري البانك البرغاري لليوم عندي الوثائق انا وقتها اقتخرجتان انا اقتخرجت استقلت انا مع عبد السلام اليونسي خدمت فترتين روي ثم حاجة ما يعرفوا يا جمهور النادي الافريقي عبد السلام اليونسي قاعد عامين ونص عامين ونص انا خدمت معها ثلاثة شهر بركرة انا وقت ايش ادخلت انا ادخلت بعدك المصيبة الكبيرة انت عمزنبي كلمني قالوا لي جي معنا تعونا وصارتك الحكاية متاع السوبر كوب اللي حب يلعبها وديع الجارية في الدوحة بالنادي الافريقي والطاراجي وقتها نجيت قاعدت خرجت من بعد جدي ميسيوني خاطر لقيت الامور مش هي خرجت على روحي ومن بعد عاودت تصل بيا عبد السلام في فترة ثانية عاودت رجعت قاعدت تقريب 28 يوم وقتها حكاية البنك البلغاري كانت بيناتهم لانه انا عندي صديق يدرب في غديكة في احدى الدول الشرقية اوروبا الشرقية وعنده علاقاته ووقتها حكاية البنك البلغاري لليوم نعاود نقولها انه شنوه اللي صار اللي صار وقتها انه ثم فلوس يلزمها تمشي وعبد السلام اليونسي ما عندوش سويولة ثم شريكو هذي بشي يدفع الفلوس ادفعها اللي تاي وقتها وقت يا عبد السلام طلب منه لانه لجال وقتها قريبة برشة وبشتوفة طلب منه بشي يحاول فلوس لنادي العلم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم توضيحات حول طبيعة التحويل المالي اذا يعني شركة متاع سياحة تحول الفريق في الجزائر فلوس شني الموتيف فأنا وقتها كتبت قتلوا يا فلان أبعث شكون ولا أمشي ولا تصرف رأوا لجال قريبتو فإذا كان الفلوس ما وصلتش العلم رأوا نجمه نضربه في ورأوا نجمه لو كان نثبته ولي الفلوس اللي دفعت قبله 29 جوان مشات هي هذيك الفلوس هذيك مشات لنادي العلمة والتصلبية وقتها رئيس نادي العلمة جال تونس وملقى شكون وكان منرفز وكلمت وانا في التليفون وطيبت خاطر وواحد بعض حاجات ما صاروش الهيئة مقاموش باهة انا مانيش مسؤول لكن الجمهور يكبش فيش كون تكلم جاليوم الجمهورة ما انساها لكش شوف انا ضميري مرتاح ينساها ما ينساهاش اموره لحقيقة بكل صدق ينساها انا انا ضميري مرتاح انا وقتها الجمهور ما ينساش خاطرني كتبت استاتيو كان ما كتبتش و معنتها نفرض وسيدي استجابت الهيئة ومشيات راني وليت بطل معند انا مش هذا الهدف امتاعي لنكون عدو لنكون بطل انا الهدف امتاعي اني حبيت انحط الهيئة قدم مسؤولياتها امام جمهور النادي الافريقي فقط عبستمي دونسي كعيات لك صحيح حلفتوا بالقرآن قبل ما تبدأ تقدم معه لا مش ذيك في الحال فامتاع الكامرونيين لانه وقتها المرأة الولانية خرجت وانبعد وانبعد رجعت قتلوا انا يا عبد السلام ثم مشكلة كبيرة برشا يلزموا يتفضل مشكلة الكامرونيين شكون غالط شكون فيكم غالط شكون من عضال هاي ما عاش هذا المشكل خوية فضل يا المشكل وقتها انا وسامي الكاتب العام سامي المقدمي حكينا معا الافوكال بيلج اللي هو ينوب الكامرونيين ووقتها نحن تعرف محامين نعرف بعضنا ونعرفوا ليرواج ونعرفوا شنو يحبوا ووقتها الافوكال انا جولي انتري سي معنتها الافوكال بيلج هو وانا سامي قلنا له معنتها انه شوف خلنا نلقاه سيغة انت عطارا ذي في الملفة على الكامرونيين وفي نفس الوقت الملفات اللي مزالوا في الفيفا يهموا الكلاب افريكارا وماذا بينا تنوبنا انتي فهمتني معنتها اغراءوا بطريقة اخرى قال اوكي وعمل معانا معنتها الصلح وخرجنا وقتها وقلنا رأوا الصلح تم ونذكر ترانش لولاني لازم هتدفع في شهر نوفمبر كلمني زميلك من نذاعتي يا فام اي من زروق قال لي يا ماتر انتو ما دي ما تتهموا فينا اللي احنا ضد النادي الافريق يا اخويا هاو عندي لك خبار قتلوا شنوا قال لي لو اتصل بي الوكيل متاع الكامرونيين قال لي رأيت ترانش لولانية ما تدفعتش ثبت قال لي قبل ما اخرج لخبار وثبت ويجا جاوبوا مش يتلعب بسلام هنا وقتها فترة متاع كوفروفو وقتها البرودة ذي كالبلاد كوفروفو واحد مش يتلو البيرو وقتها حلف لي قال لي والله العظيم خلصته ولو اجعل بوات درشيف بش يوريني طيو انا رئيس النادي يقول لي رأي خلصت معانت هنا نخرج للناس ونقول لهم رأي مو خلصتش فانا عملت ديكلاراسيان قلت رأو مش صحيح اللي يحكي فيه الاجان رأو الخلاص تم تعترانش لولان مع الافوكا ورأو الاجان ويمكن ما في بلوش اما رأو الخلاص تم ورأو العملية تم يكلمنا من غدوة الافوكا قال لي لا سي با فري رأو جي بايت تي بي هو كلمني من هنا وانا سامي نوت بعد اكتبت استاتيو اعلنت فيها استقالتي وخروجي من المنصب الناطق الرسم سامي نوت بعد ما كلمنا لفوكا خرجت قلت رأو انا ما نخدمش في غياب معنى هالشفافية والمستقية سلام عليكم في تدوين عليك تعهدت انك شهريا بالوثائق تكشف الأسباب الأزمة المالية بتعني الفريقية بالأسماء والأشخاص لليوم لعبيت السنة في الوثائق هذوم بالوثائق اي عندها برشا ايه بالتدوينة عند 4 سنين و3 سنين والله يجي نقول لك ما نذكرش على عن نادي الفريق وقتها نذكر على التحكيم نحكيت نذكر عمل استاتيو بالوثائق لا الأشخاص اللي عن أسباب الأزمة المالية لنادي الفريق بالأشخاص بالأسماء انا نذكر عمل تدوينة قلت مش نحكي على التحكيم مش نوع عمل بالأسماء لا نحكي على هذي والله اللي نذكرها سليم نذكرهاش تذكي تذكي وقتها عندي حاجة عندي دي دي تاي عندي حاجات ومن بعد ما تعرف ويحدة يبرد دم وينقص نرفيس بتاتر ما يحقش ما زل عمدك تموحات تخدم في الفريق لا لا النادي الفريقي رو غرام أنا ما نخدمش في النادي الفريقي أنا عمري ما خدمت في النادي الفريقي عمري ما خدمت بمنطق الخدمة أنا وقتي هاني طو طو مثلا ثم برشا أصحابي يقولوا ليش دخلك نهار كله انت تعم في عدوات ودافع جمعيتي لكلب الفريقي ما مهمنيش أنا ما نيش نستنى في آه محلاك أمال يدافع عن عاي طول لا بل بالعكس ما يساعدنيش اني نخدم في النادي الفريقي لو كان يعيط لك اليوم هاي كل تخيل لفلك ماحتاجينك في النادي الفريقي لا هاني موجود الطريقة الوحيدة نجم نعاون بها النادي الفريقي يطوهي هك إذا كان ثم موقف ندلي به ورمارك هاي كل يسألوه ويوسف يسألوه ما نيش محتاج بش نخرج كل يوم اسمع وراء اليوم الملف الفلاني لا قاعد نعاون في جمعيتي بما أقدر من منصبي كمحامي قاعد نعاون في النادي الفريقي بما أستطيع لكنه هذا كبيني وبين جمعيتي كيفاش تحكم اليوم على العمل اللي قاعد سايفوك له عمل أنا أعتقد قلته ونعاوده وانه أنا ديما ديما نقول انه في كل مجال المال قوام الأعمال نبدأوا بالفلوس وبيهو نخدمه خاطر اذا ما عندكش فلوس هيكل دخيل خنكونوا معندها موضوعين لو كان ما جايش المستشهر ما ينجم يعمل شي بشي نجم ياخذ الانتدابات هذه والقلوب ممنوعة وما خلصتش ما ينجمش دونك اللي بيرو هذائي لا يولا شانس انه المستشهر جاء إلا يفاصيل أردواز ومتعليدات دونك جماعيات قاعدة تخدم كان نسميه فرجاني بانسوير انا داير على سبيل الفدل كان مرة متعدي في الشارع بعد ما جال فرجاني متعدي في الشارع وراجل كبير وقفني قالوا بيست قال لي والله ماتر نحب نبوسك قلت له علاش قال لي طوى كنت تتفرج في فيديو ليك في قناة تونسنا عمناول سألوني قالوا لي شنو الحل في أزمة النادي الافريقي في يافريل ولا مارس قلت لهم ثم حل من ثنين لا ثالثة لهما اما انه ربي سبحانه يرزقنا بواحد عنده برشة فلوس ويعرف يسير مشكلة مسلي يصير له مشاكل يبعد على السياس او انه قانون الجمعيات يتبدل يجي القانون تولي الجمعيات تنجم مع انت تستثمر وتنجم فجال حل لولين يذي على الذكر تونسنا عايش ما عادش في تونسنا ما عادش لانه اختلاف في وجهة النظرة كهو عمناول صار خلاف بيني وبين مقدم البرنامج صاحبي بكر تجاوزناه سنعود الخلاف معناتها ثم انا انا ننظر للامور بمنظر معين هو يراه انه التوجه متاع البرنامج معناتها في فتي جاه معين مانا مانا جموش نتفاهمه اخرجت على روح يربي عاونهم وربي وفق فيما يتعلق بشنا الخلاف بوجهة النظر بارائك معناتها ثم مواقف يجب انك تكون متحفظ فيهم ثم كلام يجب انك ترزن فيه شوية قلت لو انا لنجبد العراض لنسب ما عدا ذلك انا نقول الحقيقة قلت كلام ما عجبش مقدم برنامج صاحب بكر مواقف ما عجبتش اطراف خارج البرنامج وفح النكس هني قلت لك ثم اطراف خارج البرنامج ما عجبهاش ما واقفي فتشكيت للمقدم البرنامج اشتخلهم اطراف خارج البرنامج وعندهم وعندهم تأثير هذا يسألوا عنه صاحب البرنامج خاطر انا كيجيني يقول يروا فلان وفلان متغشين ويلزمنا نوسعوا بالنا ونعرفوا كيفاش نتكلم وانا ليه انا نتكلم بما اراه صالحا نطنقو مانيش قاعد نجبت مجبت عرض حد وما تجاوز في حق حد انا وقتي راه الوضعية ذيك هكا نقولها اطراف من خارج البرنامج مستشهر معناها هو يعرف هو يعرف في موقع السئفير قريت ارتيكل يقال قولوا فيه معناها عبد المجيد الجوبانتيني بعض الخلافة اللي صار بين لكم ممشي المستشهر للبرنامج وهو اللي طلب منه ان ينحي سمعتها انا بيديا ما مانجمش نأكدها عبد المجيد مفالح كذي عبد المجيد حكي معايا وقالي عمري ما مشيت وما في بليش بها جملة لكن تعرف الناس عليش تربط تيجا نقول لك انا قلت صاحبي قلت له رو العباد ما هيش اغبياء معناها انا خرجت مباشرة بعدك الخلافة والجوبانتيني فالناس بيش تربط فهمت يقول لك انا زاق كمال خرج بعض الحصة ذيك بالذات طو مثلا سامي العكريمي او خرج بعض الحصة متاع الحاكمة الناس بيش تربط وربطت الناس دونك الناس ما هيش اغبياء فهمت هذا هو معناها انا خرجت انا انا المكان الذي لا اجد فيه راحتي بيش نعبر على مواقفي بكل ارياحية وبكل راحة ما نقعدش فيه فهمت صنصرة كانت معناها في البرنامس لا مش صنصرة اما الحقيقة صاحبي عمره مفرض علي مثلا يقول يسمع بربي اما جاي قال يروا فلان تشك قلت له ربي معاكم معا مانا مش نعفش كون فلان لا احتراما ليه للناس والمجالس باللمانات معنتها خاطر هنا نقول لك حاجة خاطر انا الشخص اذي اتصلت به قال يجام ادلافي انا بعد ما خرجت انا احنا هنا نحب نسميه كل شيء مسميه لا ما هو اذا العباد تعرف المستشهر في البرنامج هو لا استراجر ريتونس لا مش وحده مش وحده هو شكوين نجم يتقلق وعنا من حاجة مكيمة هكذا مش وحده ثم برشا مستشهرين نجا نقول لك انا لا مش بالضرورة يكون الرئيس ينجم يكون من محيط الرئيس تعطى رجيف يعني الشخص اللي يكلمني قالي انا ما عندي حتى علاقة بالموضوع قلت له انا رأي وحكيت معاك بورماتر الى بوين سيغلوزية اما مش خاطر بش نرجع انا معاش راجع انا دفات انا جيني انا معاك في الاميسيون في الراديو جيني انتي تقولي بربي قولك سلام عليكم حتى لو كان مباعديك سيقولي انا خاتيني 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 انا مش خاتيني امر لا يعنيني انك انتي حديتلي حدود حدود في اني كيفاش نتكلم نمشي على روح هاو مكرم اللا جيم فاني نتكلم بكل راحت ولا نهار تقلق ولا قلق ولا ما تقولوس ولا مرح علش انتي بالذيت الله واعلم نقلق بوتاتر اكثر نقلق اكثر الله واعلم بوتاتر ما عنديش اضافة في البرنامج بوتاتر ابق عليهم لقاها فرصة بشي الله واعلم رب يوجههم انا ذاك اش انقول طوى رب يوجههم الخليف مع القوبانتيني وقتها في البلاتو اللي صار والكلاش بسبب مروين تاج في الوقتها بسبب مروين اي اي شنو شنو تابعاته بمعنى تابعاته معناها شنو صار من بعض ما شفنا في البلاتو شنو حكيته هل صالحته شفناك ما صالحته في البلاتو لكن يبدو بعض مصفيتش لا مش مصفيتش اما انا قتله ومبعد حكيت انا عبد مجيد قتله وانا انت ومروين تاج صحاب وتحكي وفرض بلاتو في الراديو قتله انا مقبلتش انك تقول علي هناك رو ما عندوش تاريخ وما عندو صحاب ما تقول هاش فمتذيل الخلاف رو قتله ومبعد هو رد علي الفعل بطريقة ما عجبتنيش قتله احترمني انا في الليميسيون وقتها صارت من بعدك عادنا قتله وهو عبد مجيد زاد انا اكبر مني في العمر واحد قتله اخويا كان غضتك ولا تغششت من اني ولا حسيت بروحك انك توجعت انا عايت عليك ولا حاجة لكن موقف اذاك هو انا الموقف لا اغيره في الحادثة لا اغيره اما بوتاتر كان صحت قتله قتله عبد مجيد كان حسيت اللي انا صحت عليك ولا معنتها بلغة اخرى معنتها تجوزت حدي معاك اذاك انا اعتذر عليه لكن موقفي الى حد الساعة هو نفسه حكيت من بعدها مع حمد المد برايس ترجي حمدي برشا مرات حكيت معاه موش كان بخصوص الموضوع عذاك هتجبد لا 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 ما شو فيجا نقولك ما لا هو يحكي لا انا نحكي معنتها طوانا نحكي انا وكما تجبدليش موضوع انا ما نجبدلكش فهمت في البلاتول الاخير اللي شفناك في كيفش تجبد قدامك موضوع متاع سحر وحكيت من نوع هذي وما عطا عادي وانتي معطا محامل وما مو في مستوى تعليمي معين نعش ما نأمنوش برشا بالخوز عبالات هذي وقالا نتصور ما سحروش كريستيان رونالد وميسي بشيش حروق قرديان هو كريستيان رونالد وماسي عالم اخر والكرة الحقيقية كما يقول عبدالسلام نظيف الله لكن السحر يجا نقول خلينا نطلقه نقول لي انتي مستوى تعليمي وفكره هو السحر موجود في القرآن ربي سبحانه وذكره كما قال سنجري سحر موجود لكن لكن انا ما عندكش دليل ما تحكيش فيه انا شنو اختلافي مع العربي البارح الميسيون تعدت نهار الجمعة شنو ما عندكش دليل ما تحكيش انا ممكن تكويني القانون يأثر عليه انا وقتي حكيها قلت له اش تحكي قلت له اش من السحر اش من كلام فارغ قلت له هو بو اللاعب بو اللاعب عمل تدوينه قال حتى السحر عندك فيه ما تقول وبعضك يسألوه قالهم لا راول كونت بيراتي وأنكران وتكون متاع هنا انا خلافي ما عندكش دليل اخويا عندك دليل على ان الطفل مسحور رو وان بلوس قلت له راول كلام ضد ترك ماكش قاعد اذا كان انتي كامكشخ في بالك تحمي في الطفلة كيرا قاعد ضر فيه لعبات قلقت من نوعية الخطاب هيدا حتى شفنا خطر خطاب ما عنده حتى معنى ما عنده هنا غدوة غدوة تعرف شنو الخطاب هذي شنو يحل الباب يحل الباب الغدوة حمزة رفاع يضيع بينالتي قلك مسحور ما تنوليه معاش النحي وحتى ملاعبي خطر كل ملاعبي مسحور برش عبيد متعارش عنيقتك قديما بسني جريف هل كنت دفعت عليه ونبتو في الملف متع الوكر متع الدعاء نبتو واخذى عدم سماع الدعوة انت سلكت هلوم خدمتي كمحامي وهو وقتها متهم ولا بريء بينه بينك أنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا احكم وبالظاهر والله ويتولى سراء الملف متع براء واخذى براء في الملف ما زلت محامي ودي على الجريز بحول الله نستنعه في تعيين الجلسة وين وصلت القضية متع ما زلت تعيين في الدارة الجينية شنية قراءتك القضية شوف دي ما ثمر وكل ملف يحتمل زوز قراءات معناتها قراءة البراء وقراءة إيدان أنا بطبيعة كاليسين دفاع أنا دي ما نمشي في البراء ولليوم اعتقدنوا الملف معناتها فارغ ومتع براء زوز ملفات ديور اعتقدنوا متع براء كيسا سواء ملف متع للعاب المدرسية ولا ملف المدير فني كالعقد زوز نعتقدنوا ملفات البراءة وعدم سماع الدعوة تصيح تعايد فيهم ما تقابلتوش تقابل فيه ولا عندي مدة ما مشيكلوش عندي مدة ما عادي وانت محاميه ليه عادي قضية مش معينة واحد عادي وثم زملائي يمشي ويزوروه لأنه مزاد من ثمة جديد عادي معندا اخر مرة وقت يشمشي ليه عندي مدة قبل اول صيف شنو يحكي نجب نعرفو حاجات على حالتو المعنوية يجا نقول لك قال كليم حتى على حالتو الصحية زيدا شوف يجا نقول لك السجن راو الله لا يوريه للحد راو شوف حالتو المعنوية نهار الفوق نهار اللوطة انتي والتادام بتاعو فمت الحالة الصحية يبون مثلا مش حاجة معندا ما واحد في السجن في اليوميديتي في القاذاة طبيعي جدا باش طبيعي راو انه شوف لبدن وقت المرال لا شي كما نقول ولبدن لا شي راو وهو الحاجة الثابتة انه معاش عنده بلوغ اخر الكورة بالنسبة لي والات والات من الماضي على اش مخدمتش معه وديع لانه دابور في تركيبة المكاتب الجامعية عمره ما كلمني ومبعد كي كلمني في احدى اللي جان ما قبلتش تصريحاتك مضابة في شأنه ذي بمعنى مرة تقول ما قبلتش مرة تقول فما مسؤول هو ما خلنيش تخل في بوست ببناتنا وقص للطريق فما مرة تقول ما عطنيش رئيس لجنة يمون كله مع بعض واخر مرة قلت في مع محمد علي غريب قلت ما نجمش نكون في البوست كما حكيك وانا كلبيست للنخاع شنو الصحيح في هذا الكل الكل هم صحاح فماش تناقل مضاب لا فماش تضار خاطر وقت لي أنا أنا ها بش فاسرلك أنا تنكلمك على أساس بش نحطك بش نحطك رئيس لجنة ويجي ويجي شخص يزنزنلي في وذني انو اللي أنا في حراج معاك اقتنعت بكلام وفي حراج معاك نطيحك العضو دونك ثماش كنت خل وكنت أنا رئيس تحت دونك ما نقبلش كله مع بعضه موجود أنا أنا شوف تخدم معايا يخدم معايا فاس تو فاس معنا بالشافة في أنا نؤمن بالشافة كلمني يقول يا بشر رأني ما نحب ما حاشتيش بيك سلام عليكم ونا مشي على روح أنا هذا اللي نحبه برشا ما يعفوش منك دفعت على سليم شي بوب دفعت عليه بطبيعة أنا في النهاية محامي وقتي طلب مني بش ندافع عليه وكان فريق الدفاع وقتها بالصدفة فريق الدفاع كان كان كله كلبستية ثلاثة كلبستية وهذا يا رسالة المحامي أنت كلبست للنخاء جمهوري الفريقي معناها ناس كل تعرف حاليقته بس نمشي بوب مش أنا بش نقول لك معناها أنت عادي ما يقلقكش معناها تشوف هذي خدمة خدمة تخدم ما تدخلش فيها معناها معناها غضوة والدخال مكشخ صير له مرمة مش كيما أي مكشخ كيما سليمشيبو في الملف في الملف بالذات أنا آمنت برأسليمشيبو برفعت عليه دفعت عليه مالملف مالف مالينة جمرت عندها فهمت وشخذية وقتها هذيك هذي دفعت عيانت على هذيك اليوم في السجن لا لا ما هو من الحكس في الاستناف أنا في الاستناف ما نبتش في الاستناف خذية حكم الإيدان على ذاك أو عن هذا لا مش على ذاك ثم برش شوف رأوا الملفات يجي نقولك حاجة المحامي يربح قضية مش خطره بطل الملف ساعات يحكم رأوا احنا ثم ملفات نجيوا فيها قدام المحكمة معنا فيها ما نقول نوليوا نحاولوا نلطفوا فهمت ما تخاف الجمهور المكلوب مثلا حسبت هاي الجمهور المكلوب يتقلق يدغشش من الحق بوه يتغشش أنا ما نبتش سليم ضد النادي لفريق أنا ريت النوب فيه سليمشي بوب وكي نحكي معاه على الكلوب مرة قال يسمع قال ينحكي وكان في الملف معاش نحكي وكرة خاطر اللي نقول هولو على الكلوب معنا نتعارك فهمت انتي قبلت اتهمته بالسطوة والنفوذ والحكاية شو اتهمت وانا اتهمت يخي نكذب عليه وبعت عادي معنا تمشي تنوب في سطوة ونفوذ باتبعها ارحموا عزيزة قوم انذل معنطها الراجل المسكين مش هي شوف ما عادش في السطوة متاعه شوف اما وقتها في سطوة ونفوذ في السطوة ونفوذ متاعه أنا رئيس تحبية شريف بالأمين الله يرحمه توفى زين عبد النساتي أوحي وهو رئيس راجل وصارت ما واقفه في الولاية في اجتماعات في الولاية وتغشوا علي ويكلموا في الشريف والشريف قال لهم رأو الأستاذ قال اربعوا الكلام اللي أنا وصيته عليه وقتها انا هجت وما خليت ما قلت ووقتها وصلها لسليم ونعمل ونفعل ومشيت للشريف وقتها لسي الشريف الله يرحمه معي زين عبد النساتي والشريف وقفه وكلمه قالوا تهدد فهمت ثم حاجات صاروا معا النادي الافريقي ما نلعبش البرا حياتي أنا رأي سيدين نحكي لك حكاية أنا جيني ملاعبي النادي الافريقي ما حاجتهاش به وتحب عليه اللي طوال قلوا لا ما تكوارج ما تمشيش أنا مدامني محاميك ما تكوارج ولا نقلوا برا شوف محامي آخر خلي الأجرة ياخذها محامي آخر ماش نعمل عدنمشي نبطل نسكر للبيرو متاعي ونمشي نشوف خدم أخر خلي أكمل في الأخرة معك بكويس جاوبني بسؤال وحيد ما غير برشة دفكير بكلمة وحيدة ما غير ما تفكر برشة شكون تعتبر اليوم أحصل اللاعب تونسي ما تمشي فما حضر اللاعب تونسي به كلهم خيبين ما مستويه متوسط ما أحصل اللاعب فتاتر حنا بعلمجب شكون أحصل اللاعب في تاريخ تونس طار شيب شكون أحصل اللاعب ساهمت في انتي دابو لنادي الأفريقي كماتشو كيفية ساهمت في انتي دابو صحاب أنا وبسام المهري ولاجون بتاعه شكون أحصل المسير جاوبة تونسي أحصل المسير بالنسبة لي أنا سي رضال عذابي في النادي الأفريقي أحصل المسئول اللي خدمت معه شريف بالأمين شكون المسئول يشبهلك طوى طوى ولا قبل لا مراش واحد يشبهلي باي شكون أحصل مدرب تونسي أحصل مدرب تونسي اليوم اليوم ثم على سعد الدريدي يامن زلفاني لجون مع تاع الاتحاد المنستيري الساحلي محمد الكوكي لكل هم يعجبوني أحصل مدرب في تاريخ تونس أندري ناجي باي شكون أقرب لا يعبليك أقرب لا يعبليه طوى مثماش أنا مع جي جميد رابور كبار مع الملعبين مقبل حتقبل دي ما عليقتي بهم مهنية أكثر من لعبي كنت ما تفهمش معه في فترة ما زهير ذوادي خطر وصلوا له كلام بالغالط وفهمه كلاشيني جراتويتما وبعض اليوم ربي يعاونه وربي وفقه ما حكيتوهش بعض المكلاشيك ما نحكيش أنا أنا تعرف قولك حاجة أمر كان الثنية نهار جبتك قدامي تونا نحكيوه أكثر مسؤول كنت ما تفهمش معه في فترة جمال العطروس كنت نختلف مع الفريق المحيط به الكل أقوى جمهور العب ضده وانتي كنت مسؤول في الفريق أقوى جمهور شفته لحقيقة يخوف بتاتري باش نفاجئك ما نقولش الاسبرانس ولا لأ فبنظرت عليش يخوف جمهورهم خوية أمبولسيف برش أكثر متعالجي بيرونس دربي لهنية معناتها ما للسيابي غادي كظروف أخرى معناتها هدف قاعد في بارك ما تنساش للنادي الأفريقي هدف سسمو تراوري ضد الاتحاد المنستيري كيفاش خذي الكورة أعطاها بالكارل 35 حطها بالكاتر فنديس العادل النفزي بالنسبة لينا كان هدف غير عادي ملاعبي خدام برشة كان عادل سليمي بالعكس أو ملاعبي كركار ملاعبي كركار وخسر الكاريير كبيرة كبيرة ملاعبي غير عادي خالد سعيدي خالد سعيدي كان جاي خدامه طالق ذيه بوقتها قال للتاريخ عاية لخالد يقول خليفتي تنرفز عليه عاية الكاركير متاعه خالد كركار خالد كان جاي يخدم بالكداه رو عمل كاريير بروفيسيونيل كبيرة برشة ملاعبي يعني برشة مشاكل والله معي أنا لما ما شفتش معانتها برشة مشاكل عادي معانتها ثمان يتغشش على الفلوس هي مشاكلي شوية لا نثماش مشاكلي مشاكلي لا شكوين يتغشش على الفلوس برشة لا الملعبين كل معانتها كما يخلص الشهرين ثلاثة أكثر واحدة بزيت شوية لا لا أنا يعجب بالعكس نقول لك حاجة أنا ريتك يعارك وواحد يعجبوني أنا ينرفزوني يقول لك أنا ينقرف وما ريتك يبدأ يعارك ويجي ويحب الفلوس وكذا ومش معقول والله يعجبوني خطأ عملت وندمت علي رجوعي لفعل المرة الثانية مع عبد السلام اليونسي هزيمة قاعدت في بيلك مع الفريقي هزيمة قاعدت في بيلي ثم دربي صار فيه برشة ظلم حكم ميطالي ضربت جزائع وقتها للنادي الافريقي سيزيرو زيرو يزفرها واحد عمر واربع سنين خسرنا وقتها واحد بشي الحكم ماذاك عمل فينا اللي يحب عم قديس قبل الفين واحداش نسيت في كلاسيكو تلاجو يتوارج كونتشاج حتى حد مهمكش منتفرش بطايتر تستغرب منتفرش أنا ساعات نبدأ محرج نكلم في ميسيون قلو بربي مسلنيش عالماتش منتفرش والله منتلعبش كلوب أفريكان في الويكاند نبدأ نتابع في البطولات الأوروبية بي نكمل معك باخر فقرة اللي كي بتي بيش تختار لي شكون أحسن تشكيله في تاريخنا للأفريقي شكون نحطه في اللي جارديان اللي جارديان نحطه مختار نيلي علي مين علي مين محمد علي موسى علي سار علي سار ثم عبد الرزيق شحات وثم طفل ملعبش بقى عبد الرزيق شحات في اللاكس في اللاكس برشة اختار لي زوءس فوذي المغاريا ملوت في المحايسي في الوسط في الوسط سامي الناصري عادل سليمي عادل قدام عادل انا جميل عبورا اختار لي بي فويت لوس بي فويت كيفاش تحب تلعب الساعة كاتل راتل 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 ما أنا ماي أنا أنا لي همني ديما نادي الأفريقي منتصر يعطيني ثلاثة ملعبية في الوسط ثلاثة ملعبية سامي الناصري لطفي الرويسي وثم مونير المتوي خطرين اخلطت عليه جمهور مايعرفوش قدام في الهجوم قدام ثم فوزي رويسي أكيد خالد التويتي كان ذيب خوه ثم عادل سليم يذوم الكل ينجم ويلعبه قدام تيك صحة كمان بنخلين شكرا لك شرفنا بحضرك اليوم بحضرنا شرف لي يا أخويا جاوبت بلي نعرف ممتاز كان تابع حلقة أخرى من بودكاست مع ضيفنا كمان بنخلين تلقاوا الأسبوع الجاي معظيف جديد على نفس القناة قناتنا السونغو